اشتركوا في القناة يجود بنفسه فأنتم ترون أنهم الصحابة الآخرة وليس من أبناء الدنيا فهم يتطعظون وهم يرون أخاهم الذي جاهد معهم في لحظات الخروج من هذه الدار البئيسة دار الحزن دار نقصة دار لربطل واللي فيها حق والحق واللي فيها باطل يسود فيها المجرمون ويذل فيها عباد الله ابتلاء فكان الصحابة يقولون له في بدء قل لا إله إلا الله ويغيب ويقول يا ليته كان كاملا ويا ربي يا ربي هم عارف البلسيدين بصدى عليه وسلم يقول لهم من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله داخل الجنة قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق كما تعرفون ولكن شكول يقول لا إله عند الموت الذي تبع منهاج الله مشطاً لتبعه سهل يتخبطه عند الموت فيسهل عليه أن يغره وكيف لا يغره وقد غره وهو في كامل قواه العقلية فكيف وقد سُلب عقله عند الموت وراء الأهوال هذا حمشا هو في عقله ويشوف وده هذا ستنعم ستنعم وده مشكلة فلما يعود من غيبته فيقول يا فلان لقد قلنا لك قل لا إله إلا الله لم تقلها سمعنا كلاماً ما فيه فيغيب ويقول يا ليته كان جديداً فيتحصرون فيعود يقولون لا يا رجل ألا تعرف عنك الآن في طريقك للقاء الحبيب ربي حبيبي الذي نتشوق للقاء في يوم لا ريب فيه قل لا إله إلا الله فيغيب فيقول يا ليته كان بعيداً ومات ديك الغيبات فقال أن بيجهز أخاكم فدفنوه والحيرة تنعكس على وجوههم وحيرة السؤال ملأت عقولهم وجعلته همّاً في صدورهم لا يكشفه إلا من أرسله الله لكشفه من حبيبنا نفديه بأرواحنا ودمائنا وأنفسنا صلوا عليه قال من البيس العسلم أراكم يعني شغلتم بأخيكم حينما أمرتموه عند النزع الأخير أن ينطق بالشهادة فلم ينطقها يا هؤلاء أنا أكشف لكم السر فإن لأولياء الله أسرار بينهم وبينه لا يعرفها إلا هو أو ربه سبحانه وهذا كان من أسرار الله لهذا العبد فإنه لما نام على فراش الموت وعنتم تقولون قل لا إله إلا الله دخل في غيبوبة وجاءته ملائكة الرحمة تزفه إلى قصر في أعالي الجنة فأدخلوه فانبهر انبهارا شديدا لهذا الملك العظيم قال لهم لمن هذا قالوا هو لك قالوا بما هذا من الذي صنعته حتى يكرمني الله بهذا القصر قال تذكر ذلك اليوم الذي خرجت وبيدك كسرة كاملة من الخبز فمررت على مسكين يسأل الناس الطعام فتوجهت إليه وشطرت الكسرة شطرين فأعطيت النصف للمسكين وعبقيت الآخر لك فقال متعجبا من أجل نصف كسرة خبز يعطيني الله كل هذا الملك يا ليتني أعطيت الكسرة كاملة لا فكيف لو أنني أعطيت الكسرة كاملة يا ليته كان كاملا تفسيرها أنه قال للملائكة كل هذا القصر البديع الرائع الشاهق الواسع من أجل نصف كسرة خبز يا الله كيف لو أنني ألهمت أن أتصدق بالكسرة كلها فعاد فقلتم قول لا إله الله فغاب وسمعتموه يقول يا ليته كان جديدا رفع إلى قصر أعلى وأجمل وأوسع قال يا الله ولمن هذا أيضا قال وهل ندخلك إلى قصر ليس لك هو لك قال بما قال أتذكر اليوم الذي خرجت لشراء ثوب جديد فلبست الجديد وخلعت القديمة ومررت عند باب السوق برجل تستك فرائسه من البرد ثم كسوته ذلك حتى تقيهي القر في شدة البرود قال كل هذا القصر من أجل ثوب بالب يا ليتني تصدقت بالجديد فكيف لو تصدقت بالجديد وأبقيت وارسه أتي بالبال يا الله فعاد فقلتم قل لا إله إلا الله فغاب المرة الثالثة التي لا يعود بعدها فذهب به إلى قصر أعلى وأبدع وأوسع وأكبر وأطيب قال واني من هذا قال أهو ندخلك إلى ما ليس لك هو لك قال بما قال أتذكر اليوم الذي خرجت في اتجاه المسجد لتأدية صلاة الصبح في ظلمة الليل البهيم ومررت على رجل أعمى يتعثر في خطواته لا يتبين له الطريق فأخذت بيده فقدته تلك الخطوات إلى المسجد حتى أوقفته في الصف ليصلي مع رسوله قال كل هذا الملك من أجل خطوات قريبة يا ليت المسجد كان بعيدا فكيف لو كان بعيدا عن المسجد وقدته مسافة طويلة حتى أوقفته في الصف ليصلي وراء رسول الله هذا ملكبير